على أطلال بيته العتيق وما تبقى من طينه الواقف عبثا في قلب الخراب يتحسس العم محمد في جراح الجدران ذكريات عمره الطويل وتفاصيل حياة كانت فصارت اليوم في حكم التوقف بيد أن الأمر لا يعد عن كونه استعادتها والأيام وإن على هيئة ذكرى بعد أن أضرمت الميليشي النار فكان النزوح هربا من الموت هو الخلاص الوحيد لساكنيها جاء الحرب ونجحنا من بلدنا وبعد أفجروا إذيار ونحن أضبعنا نجحنا فيها ولا لا شكا ولا مثل وقشوا ما هو معنا إنها التغريبة بملامحة القاسية وصور اجتثات الأرض والإنسان هنا في الغيل أكبر مديريات محافظة الجوف تتضح مأساة الحرب أكثر بعد أن تسببت بمجازرها ودمارها في تهجير ما نسبته 15 ألف نسمة من إجمالي عدد السكان تقريبا عوائلنا راحوا شتي جاء بعضهم الله اللي مننا سنة كسب من بالله حد في الجوف وحد في ظرعة وحد في السلامات وحد في الحزم الحين لم تتوقف عجلة التدمير التي تنتهجها الميليشيا في الجوف حتى اليوم فقرى وبلدات عدة ما زالت تترقب مصيرا يشبه مصير تلك التي سبقتها في الدمار فيما تكتفي حكومة الشرعية وقوات جيشك الوطني بمهمة حماية ما تبقى من خراب مدينة كانت هنا في الغيل قبل أن تهشم الحرب ملامحكا يتمدد الدمار في مدينة الغيل إلى المشهول لتبقى مشاكد الخراب هذه شاكدة على تهجير جماعي وغربة مصير في زمن الاندثار السحيق فيما يصارع النازحون لمعرفة مصيرهم ولا يجد العائدون إلى المدن المحررة من الميليشيا ممن دمرت منازلهم بديلا للسكن وهذا ما يجعل رحلة النزوح القاسية تتمدد إلى أجل غير مسمى علي الجرادي قناة بقيس الجوف